في إطار زيارتها الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية التقت معالي الدكتورة أمل عبدالله الكبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي معالي سيرجي لفاروف وزير الخارجية الروسي وعددا من كبار المسؤولين الروس وزارت بعض المؤسسات لبحث علاقات التعاون وتعزيزها بهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية عقدت معالي الدكتورة أمل الكبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لفاروف ورئيسة مجلس الاتحاد في روسيا الاتحادية فالنتينا مطفينكا ورئيس مجلس الدومة سيرجي ناريشكن جرى خلالها بحث مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعميق التعاون البرلماني ووضع الإطار القانوني للتعاون الثنائي إضافة إلى تنسيق المواقف خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية لا سيم التولية منها وتوجهت بعد ذلك معالي الدكتور القبيسي إلى سانت بيترسبورغ في زيارة رسمية لمدة يومين ابتدأتها بمجموعة من اللقاءات مع المسؤولين في العاصمة الثقافية الروسية على رأسها زيارة مبنى الحكومة والمجلس التشريعي ولقائها بنائب حاكم مدينة سانت بيترسبورغ أكد جميع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين أن المجلس الوطني الاتحادي فعلا هو داعم بشكل كبير وأنهم سعيدين بهذا الاهتمام البالغ وبتوطيد العلاقات بهذا الشكل المتسارع الإيجابي اللي إن شاء الله سينعكس على مصالح شعوبنا وسينعكس على تعزيز طر الأمن والاستقرار في دولنا المسؤولون الروس شددوا على أهمية الدور الذي تطلع به البرلمانات والديبلوماسية البرلمانية في العمل جنبا إلى جنبا للدفع بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى أفاق أرحم زيارة رئيسة مجلس الاتحاد يحمل أهمية خاصة خاصة بنسبة لنا ولروسيا بصفته عامة ننتظر أن نرى الإماراتيين في عاصمتنا الثقافية التي فيها الكثير من المثير تاريخا وثقافة هذه الزيارة ستكون خطوة جيدة لتطوير العلاقات الثنائية نحن نعرف كيف تتطور الإمارات بسرعة والتجربة الثرية التي لديها ونحن نريد أن نستفيد من ذلك ومع تزامن الزيارة الرسمية بحلول الليالي البيضة التي تمتاز بها المدينة خلال هذه الفترة فقد اختتمت رئيسة المجلس الاتحاد والوفد المرافق لها الزيارة ببرنامج ثقافي متنوع اطلعت من خلاله على معالم المدينة الجميلة حيث زارت متحف الإرميتاج وغيرها من المعالم الأثرية التي خلفها القياصرة الروس وأصبحت معلما من معالم العاصمة الثقافية الروسية مدينة سانت بيترسبورغ كانت المحطة الأخيرة في زيارة رئيسة مجلس الاتحاد إلى روسيا الاتحادية محطة جمعت بين المباحثات الرسمية والفقرة الثقافية للتعرف على التراث والثقافة التي تمتاز بها العاصمة الثقافية لروسيا لأخبار الدار رياض مصطفى سانت بيترسبورغ